اشتركوا في القناة احنا هي ليست بشفونية شعب بيحب وطن وعايز يتكلم كلام ربما ما يكونش موجود لكنه بالتالي كل يوم بتثبت الاكتشافات الاثرية يعني عجائب الزمن موجودة على هذه الارض الطيبة وبالتالي هنتكلم كتير قوي عن هذه المتاحف هنتكلم عن هذه الاكتشافات لانه جزء واصيل من اللي احنا بنقوله وان احنا بنعرفه لاجيالنا وبنعرفه للعالم لانه رسالة مهمة جدا انه مصر اصل الحضارة اه مصر اصل الحضارة قالوا يا رحب ديشو دي في حضاراتكم برحب في البداية بالاستاذ دكتور اسامة احمد مختار استاذ ورئيس قسم الاثار بكلية الاداب جامعة بني سويف اهلا بحضرك فاند ومنورنا في مصر جامعة اهلا مساعدتك بستاذ المساهدين يعني اللي انا قلته كثير لما بنيجي بنتجول في اثارنا اللي احنا حفظينها وبنروح فيها في القصر واسوان وبنتكلم هنا في القاهرة وما الى ذلك ما بنيجي نسمع ونشوف تاريخ هذه الحضارة اقصاها عندنا احنا خمس تلاف سنة مش كده؟ وده دايما نكون نقول حضارة خمس تلاف سنة حضارة سبع تلاف سنة الاكتشافات دي هي التنوع الحقيقي لوجود حياة على هذه الارض منذ ملايين السنين خمسة وسبعين مليون سنة يعني اعتقد منه ده رقم كبير جدا فاضل فاند كبير جدا اسمح لي حالتك في الاول مصر يعني بتشرف بقدر هائل مما يشرف مصر اولا الانبياء سيدنا ابراهيم الخليل جي مصر لما في النهاية راحت معاها جروت زوادها سيدنا يوسف عليه السلام جي مصر وكان عزيز مصر واستقر في مصر وسيدنا يعقوب والده جي مصر وبعد كده سيدنا موسى عليه السلام كلم ربنا سبحانه وتعالى من الوادي المقدس طوى بالجانب الايمان من الطور سينة ومن بعده السيدة العزراء والمسيح عليه السلام اللي فروا امام باطش هيرودس الملك الباطش اللي جم بسببه لمصر هنا بعد ما الوحي يبلغ يوسف النجار عشان يستقروا برضه في مصر في دير المحرق اللي هو يسمى بدير السيدة العزراء ففي البداية الانبياء بعد كده تعالى بقى الحضارة المصريين القدماء 3000 سنة قبل الميلاد بنشوف دولة قديمة دولة وسطة دولة حديثة دولة قديمة بتعرف الكتابة أول من عرف الكتابة في العالم الكتابة الهيرغليفية كانوا المصريين القدماء في عصر الدولة القديمة 3000 سنة قبل الميلاد عرفوا الكتابة الهيرغليفية عرفوا التب عرفوا التشريح عرفوا يعملوا ساعة رملية وساعة مائية كانوا شاطرين جدا في الفلك ده في عصر الدولة القديمة اللي هي مازلنا في أول الثلاث تلاف الأولى قبل الميلاد دي عصر الدولة القديمة زائد بيظهر لي حاجة اسمها عصر ببنات الأهرام أول وأقدم بناء حجري في العالم اللي هو هرام سقارة ده الأول الأول اللي بسابه بيسميه يسبي المكان على الإله بتاح سكر ده قبل المعابد قبل قبل أي حاجة ده أول بناء حجري مدرج يا سلام هرام سقارة على مستوى الكرة الأرضية وشوية وهنتكلم عن الارتشافات الخطيرة اللي بتحصل في المكان ده فهرام سقارة وبنات الأهرامات يجي بعدين بعد كده عندي العصر الوسيط في الألف التالتة وبداية الألف التانية من الميلاد وتشوف بقى حضرتك في العصر الوسيط ده ابتدوا يهتموا بالزراعة وبتدوا يهتموا بالصناعة وابنوا زدود وبعدين في نهاية العصر الوسيط يحصل أسود دخولهم مصر عشان يجي أحمس الأول في بداية العصر الأخير اللي هو الحديث يطرد الهكسوس من مصر الطرد النهائي ويعم الاستقرار ويعم الإيمان وتنتشر الزراعة ويبقى فيه عندهم بعض الصناعات ويظهر عندي مجموعة من الملوك الفراعنة اللي كل واحد منهم كان ليه بصمة في تاريخ مصر القديمة كان منهم على سبيل المثال أمن حتب أمن حتب الأول ومن بعده تحطمس حطمس الأول والتاني والتالت والرابع الملوك دول كان ليهم نشاط في التعليم كان ليهم نشاط في الصناعات كان ليهم نشاط في استقرار الأمن والأمان في مصر بناء دولة حديثة عاصمة إدارية وزراعة ومدن وبعد الصناعات وتطورنا جدا في الفلك والطب والهندسة كل ده في هذه الحالة كل ده في فترة 3000 لغاية ما وصلنا للألف الأولى قبل الميلاد حضارة لا يمكن أبدا أن حياتك تخيلها يعني حياتك بس ببساطة الشيء ده جدا بص على المعابد معبد رمسيس المعبد ده فضلت بني 20 سنة معبد رمسيس التاني اللي هو بالقرب من مدينة أبو سنبل في أسوان انتعرف حدك أن المعبد ده ظهر عليه 20 سنة بيبنيت زوجته بعد انتصاره في معركة قادش وبيظهر عليه عبارة حب بيقول أن من أجل زوجته كانت تشرك الشمس يعني يعني الأثار المصرية القديمة بتعكس حضارة يعني لاست بالهينة وبعدين يتثالى على مصر وصور أخرى من الحضارات في نهاية الدولة بتاعة المصرين القدماء من عصر القسطة للأسرة الثمنتاشر للواحد وعشرين بتحصل انتكاسة والأشوريين يحتلوا وبعدين الفرس عشان نيجي الإسكندر الأكبر وتنتهي الفترة دي ببداية البطالة طيب دكتور أسامة معايزة أرجع بيك لورا بقى حبتين ثلاثة كده لو نيجي نتكلم على المتحف الانثو الانثنوجرافي وبنتكلم على التطور بقى البشري والحيواني والزراعي في هذه المتاعف تطور كبير جدا ده بيمثل يعني مش آلاف السنين يعني بنكلم على ملايين السنين ملايين اه يعني تكلمني من فضلك على المتحف ده ما تضم يعني جانباته وايه المحتوات اللي موجودة عشان نعرف الناس متحف المتحة أولا كلمة إسنوجرافيا الإسنوجرافيا بتعني الحديث والتعريف بالشعوب وعادتهم وتقالدهم وصناعتهم وملابسهم وغيرها 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 المتحف الإسنوجرافي ده الأستاذة الدكتورة عليها حسن حسين أستاذة الأنصر بيولوجي هي مؤسسة هذا المتحف هي أول حد فكر في هذا المتحف وعلم دراسة المجتمعات طبعا الأنصر ألشين واثنين ميلادية بترمم المتحف على حسابها الشخصي المتحف بيضم مجموعة من الصور لها والدكاترة تانين بيضم مجموعة من الملابس ده اللي معانا نعم بيضم مجموعة من الملابس بيضم مجموعة من الأواني الفخرية وغيرها بيضم أفران كانوا بيصنعوا فيها الخبز وغيره بيضم عدة حلاءة أدوات حلاءة من اللي كانوا بيحلقوا بها زمان بيضم حاجات كتير جدا بتعرفنا البيئة ساعتها كانت عاملة ازاي في المتحف الإسنوغرافي اللي هو دوقتي معانا على الشاشة فهو بيضم جنبات كتير جدا كل وحدة منهم محتاجة لدراسة مستفيدة عشان نقدر من خلالها نوصل لإعادة استقراء للتاريخ اللي بيضرب بالجزور ولملايين من السنين زي ما حدت بتقول فالمتحف دي في منتقى الأهمية جدا ولازم يبقى فيه بحثين نشطاء عندهم قدر كافي من العلم يسمح لهم بأنهم يقوموا بالدراسات فيما تقتصب هذه الأثار عشان يخرجوا حقائق يا جماعة إعادة استقراء التاريخ من الأثار يفرق كتير عن التاريخ اللي بيكتبوه المؤرخين في فرق في فرق طبعا الأثار بتدي بصمة مع كل اكتشاف بيوضح الحقبة اللي قبل أو اللي بعد ما تم اكتشافه سابقا بالضبط تكلمني عن وجود هذا الديناصور ومي إيه دلالاته هنتكلم على أنه كان هذا العالم عالم خيالي وخرافي ثم أثبتت الأبحاث وأثبتت الاكتشافات الأثارية أنه في وجود فعلا هذه الكائنات ثم إحنا مش عارفين مكانها وبعدين نتفاجئ أن مكانها موجود فيه منها عاش على أرض مصر وبالديناصور أو الاكتشاف الأخير نعم خمس سوائين مليون سنة ده رقم كبير رقم كبير جدا جدا يا فندم القضية فين القضية أنه حصل من ملايين المواليين المسيين ساعتك تكلم عليها أنه فيه نايزك ضرب الأرض نايزك النايزك تسبب في حدوث انفجار شديد جدا 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 ضمر مظاهر الحياة على وجه الأرض بالحيوانات بالإنسان بكل حاجة نجا منهم فئة قليلة جدا اللي منها كانت الديناصورات إنما ما ظاهر الحياة على الأرض أنه ده انتهت ومتفضلتش غير نباتات عشان كده هو هذا الديناصور يقال أنه أكل الأعشاب صحيح الديناصور ده طوله عشرة متر وزنه خمسة كان بيأكل الأعشاب كان عايش في المنطقة اللي عندنا في مصر في منطقة الوحاة ويقال أنه كان فيه انتقال لهذه الحيوانات اللي بتسمى بالله فقريات ما بين أوروبا وما بين مصر كانت بتنتطل ويقال أن الكاراتين ما يقال في العلميا يعني الكاراتين كانوا حاجة واحدة وبعدين حصلوهم من قصهم اللي هي آسيا وآفريقيا يعني قبل ما يتكون كانوا حاجة واحدة كانت كارة واحدة كانت كارة واحدة وكانت الحيوانات دي بتتناق زي هجرة بالزبط الهجرة في الشتاء أو في الزيف بيبعوها للهجرة حاجتين يا إما بحسن عن الطعام ويا إما الجو يا إما الجو بيجبرها على أنها تتحرك من المنكان اللي هي فيه وإيه لحالنا اللي أقتنى الحالي فيه طيور بتهاجر تيجي في مصر في وقت معينة وأكذا فالديناصور ده حاجتك بوله طوله عشرة متر وزنه خمسة طن وإنه هو الحقيقة وزنه قليل عن الديناصورات اللي من فصلته اللي هي كان بتوزن بتوزن لسبعين طن وبيقال ده بسبب أنه كان عنده تقزم كان عدمه قصير ما كانش زي الديناصورات التانية في كتلة اللحم اللي عليه ما كانتش بقدر المعروف كان بيتنقل بين الأشجار الديناصور اتعسر على معظمه أول ديناصور بيكشف عنه يتسبب أن احنا نعرف تلاتين مليون سنة من نهاية الحقبة التبشرية اللي سميه كده عشان ترسيبات الحجر الجير الأبيض طبعا وده اللي موجود على الهيكل هو الديناصور لما نشوفه دلوقتي هو الديناصور ده من فضلك هدلنا الهيكل فيه قبله خمس ديناصورات مكتشفين عشان كده اللونه أبيض ده عصر التبشير لا لا ومشت لون الديناصور الأبيض العصر الهيكل نفسه لما وجد دلوقتي لا ربما اللي عملت عرية لكن هو كان لونه ما نعرفش ديناصور اللونه إيه المهم فيه إنه هو فكر رمز بص فانديم فكر رمز دي الجمجومة بتاع القضية اللي هنا إنه هو فكرنا رمز تلاتين مليون سنة من عشرة تبشيري ما كنش عارفين منها عنها حاجة خالص وكان بيتم المقارنة ما بين الديناصورات اللي وجدت قابله ومقارنتها مع اللي وجد في أوروبا في أمريكا الشمالية في أمريكا الكريوبية في مدغاشكر فكان الاستنتاج مش صح لأن الاستنتاج مش من البيئة مش من البيئة مش من البيئة إنه ما هذا الديناصور من بيئتنا وبالتالي هو هيتسبب إن شاء الله في كثير من المعلومات المهمة جدا حوالين اللي فقريات حوالين كانوا بتعيش فين هو إيه سبب وجوده في مصر قوي إنه لقينا ديناصور عندنا في الأرض ده معنى إيه لأ معنى إنه كان فيه مظاهر حياة في المكان ده قد خلته جيد الجو ربما يكون طرده من هناك لبرودة وفي أفريقيا معروف إن الجو يعني أكثر شوية دفئا المهم إنه فيه شيء استدعاول هذا الحيوان أصد ديناصور ما كانش بالزكاء اللي حاجة تتخيله بدليل إنه كان بيقع في البراكين وهم انقرضوا ليه لأنه ما كانش بالزكاء الدماغه ما كانش كبيرة المخ بتاعه ما بيفكرش كويس قوي فكانت كتير جدا الديناصورات يبقى قدامها بركان تنزل فيه لأنه مش عارق ما عندهش تمييز حجمه الكبير بيمنعه من التحرك بسرعة فالديناصور ده تنقل للمنطقة بتاعتنا دي نتيجة اللي شيء دفعه وده لا شك يكون بإما بحسن عن جو يلقمه بإما بحسن عن أكل بإما مطاردة بيطارد من غيره وده أنا علامة الاستفهام أنه كان فيه حياة على هذه الأرض في هذا التوقيت 75 مليون سنة ده رقم كبير وديناصور بالحجم ده وموجود ودفن ده إحنا كمان عندنا فيه في مدحف الحضارة هيكل عظمي بيرجع لـ 35 مليون سنة 35 ألف سنة هيكل عظمي لإنسان 35 ألف سنة اتواجد في منطقة اسمها نازلة خاطر في سهاج الأثار دي الأثار دي نقدر من خلالها وبالذات المتخصصين اللي متخصصين في العظام أنهم يعيدوا كتابة التاريخ بشكل أوضح من اللي عندنا دلوقتي وده يفرق كتير جدا بالنسبة لمصر أقدر أخد من درسالة للسائح العالمي أنه يقدر يجي ويشوف هذه الأرض اللي منذ ملايين السنين أكيد هم أوردي بيحبوا يشوفوا هذه النوعية من الأثار لأنهم ما يحبوا يقرؤ ويحب يجيوا يشوفوا هذا الديناصور يقارنوا على أقلب اللي عندهم في أمريكا واللي عندهم في أوروبا ويشوفوا الاكتشاف الجديد اللي في مصر اللي بيرجع لفترة العصر التباشير ده جزء مهم جدا نعم في بداية كل سنة كده بيبقى فيه تنبؤات زي ما أنت حضرتك عارف يعني بمناسبة النيزك اللي ضرب الأرض دمالين السنين يعني دائما نسمع كده العرفين يقول لك ايه حتى يبقى فيه نيزك مش عارف ايه خف الدم المصريين وإلى زلك الكلام ده ممكن يتكرر يا دكتور لا والله ممكن بس مين اللي يعرف ده عمال الفلك عمال الفلك وعلى فكرة كتير جدا كان بتوصل أخبار عندنا في مصر يقول إن فيه النيزك قرب من الأرض صحيح وعلى فكرة الناس مش مقدرة يعني إن نيزك قرب من الأرض ده ممكن الحياة على الأرض زنتهي بسبب بيسوي ملايين أو من الأطنان من القنابل النووية مصطدم مخترك الغلاف الجوي وينزل في الأرض ربنا هو واحد اللي يعلم ما يعمل إيه طيب نروح ليه أتخيل إنه العمل التطوعي وعن دراسة وعن أصحاب فكر زي شبابنا اللي موجود في كليات الأثار ما بيتحرك وبيروح لمناطق الاكتشافات وما إلى ذلك لديها هدف ورسالة من فضل حضرت تكلمنا عنها يا دكتور رساني الهدف ده أولا لازم نسبقه توعية كافية عشان هو يقدر يتكلم بشكل مقنع رقم اتنين هو لازم يكون وجهة مشرفة لنفسه ونبلده مصر رقم تلاتة لازم يحسن التعامل مع السياح أو مع المصريين ورقم اربعة لازم يقدر يوصل يعني إيه أصحار للناس بشكل يسمح له من هم يفهمه لازم يفهم إن ده تاريخ مصر ده تاريخ بلده لا يجب أبدا العبز به ده يحافظ عليه يحافظ عليه بكل ما يقوتي من كوة لازم التوعية تتم في إطار أشخاص فاهمين درسين بيمتازوا بالخلق والمظهر الجايد كمان والتوعية تكون بما يتناسب مع عقلية اللي بيكلمه لو أنا قاعد مع حضرتك دلوقتي وأنت رئيس قسم الأثار وبنتكلم على الأسرار اللي كتير مننا حتى وإحنا أهل هذا البلد العظيم اللي فيه هذه الكنوز ما يعرفهاش إيه الأسرار اللي تحب تقولها دكتور أسامة يعني حي ممكن نعمل كمان دعاية لأنه أنا وحضرتك وكل المواطنين في مصر كل واحد بيصور مكان حلو هو بيعمل دعاية البلد هو بالتالي حابب قوي لما بلطقي يعني بس تزيدنا في هذا المجال زي سيادتك عايز أعرف الأسرار لأنه إحنا عندنا أسرار يعني بديعة ممكن يعني بنتفرد بها إحنا بس في العالم كل أهم حاجة في الموضوع ده الحاجات التي لم تنشر دلعالم هي هذه أهم الأسرار اللي لم تنشر اللي وجودة على السيطات العالمية هو إحنا إزاي بنسوأ لبلدنا بنسوأ لها لما تخرج الأسرار اللي عندنا بنسوأ هيئة بقى وثائقية في تصوير في أي شيء حتى إن شاء الله يكون في فيلمهم بيتمثل تخرج للناس لشوفوها الموضوع ده هو أهم من في الموضوع حضرته طبعا لازم يوصل الكلام ده للعالم أجمع عشان يفهم ما معنى مصر ما معنى بلد فيها حضرة من 3000 سنة قبل الميلاد لغاية النهاردة هو يعني ده يكفي إنه هو هيعمل عنده فضول إحنا ما في حاجات كفيرة جدا عندنا إحنا لدينا ست مواقع فقط على السيطات العالمية منفعش لازم ده يزيد ولازم يتعرف بحقيقة الأسار عايز أقولك إنه يعني لما شاهدنا كلنا نقل ملوك وملكات مصر في موكب الموميوات نعم وساد الرئيس نفسه كان عالمية كبيرة جدا عايز أقولك أكتر من 400 قناة إعلامية ومواقع تسوأت صح تسوأت صح جدا وكان فيه إبهار يعني للملكة تي حتى اللي نايمة من 3500 سنة دي دي مرات منحوتي بالتالت وأم أخناتون الملك الواحد الواحد يعني وبالتالي حتى بكامل زينتها وشعرها ونحنة وكان فيه إبهار شديد جدا لا تعالوا عندنا زي ده عشرات هم فعلا كل السياح بيحبوا جدا هذا النوع من الأخبار وهذا النوع هو عايز يعرف وراء ده إيه صحيح أستاذ دكتور أسامة أحمد مختار أستاذ ورئيس خصم الأسهار وكلية الأداب جامعة بني سويف نوارتنا يا فندم حوار مع حضرتك ممتع يعني فيه تشوق دايما دايما زي ما بنقول كل واحد فينا عنده مهمة يقدر يعملها عشان نقدر نوري عظمة بلدنا بجد والله العظيم إحنا في بلد من أجمل وأحسن وأفضل بلاد العالم خليونا نحافظ على بلدنا دايما طلع الحلو اللي فيها زي ما تفضل ضيف العزيز نصر جميلة صحيح كلمله ده وظهروا الحاجات الحلوة اللي بتشوفوها طول ما انتم ماشيين شكرا جزيلا لحراجها دكتور إن شاء الله هنروح أيضا وإنجاز مهم جدا لأفضل ثلاث دول في المنطقة في ريادة الإبداع والابتكار مصر من ضمن هذه الدول وحيشرفنا في هذه الفقرة الأستاذ الدكتورة نيفين ماكرم مدير مركز تخطيط الاجتماعي والثقافي ابقوا معنا